هنا النهج المبين هنا الحق اليقين هنا نور بداء هدى للمتقين هدى للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب هنا النهج المبين هنا الحق اليقين هنا نور بداء هدى للمتقين هدى للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و أهل بيت الطيبين الطاهرين السلام عليكم و رحمة الله و بركاته لا يزال الكلام حول قضية ما يجري في المجتمع من بعض الأفراد هذا المجتمع من السباب و الفحش و البذاء التي تحصل بينهم كما ذكرنا في المرة الماضية أننا قد نرى ذلك في داخل البيوت في العمل في الشارع في عدة أماكن حتى مثلا في أماكن التجمعات مثل الدواوين و القهاوي و غيرها و الحال أنه كما ذكرنا هذه من المسائل المحرمة بحيث أنه قد وردت الأحاديث الكثيرة في النهي عن ذلك بل العكس بأن يحسن الإنسان من كلامه و خصوصا الآية المباركة و قولوا للناس حسنة التي استشهدنا بها في المرة الماضية نذكر بعض القصص في هذا الشأن مثلا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله إن الفحش لو كان ممثلا لكان مثال سوء أن له يمثل شيء مثال خير أو لمثال سوء مثال سوء يعتبر هذا القول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء أنه كان في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا فمر عليه يهودي طبعا في المدينة هذا فقال له السام عليكم السام هو معنى الموت وهم هذي دائما كانوا يحرفون الكلمة عن مواضع يغيرون بالحكي يعني فيه كلمات أهم يتداولونها فيما بينهم بس تكون مثل هم سبة أو دعوة على الشخص فيستهزئون يقولونها كمثال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يجلس مع المسلمين و يعلمهم القرآن و إحكام الدين و الشريعة و ما أشبه فبعض المسلمين كانوا يقولون لراعنة يعني شوي شوي حتى نستوعب هالآيات و الشيء اللي قاعدت أعطينا إياها هذه كلمة راعنة يعني أنطر علينا شوي شوي حتى نستوعب هذه راعنة في لغتهم أهم اليهود راعنة يعني أسمع لا أسمعت أسمع لا أسمعت هذه مثل دعوة أن الله لا يسمعك شيء من هذا القبيل فاستغلوا الفرصة هذه قاموا يقولون حق النبي أو اليهود يقولون راعنة راعنة يعني شئنا أنطرنا فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنة و قولوا انظرنا و اسمعوا و للكافرين عذاب أليم من الذين هادوا مكان آخر من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه زين يغيرون الكلام و يقولوا اسمع غير مسمع و راعنا ليا بألسنتهم و طعنا في الدين و لو أنهم قالوا سمعنا و أطعنا و اسمع و انظرنا انظرنا لكان خيرا لهم و أقوى فعلى ايتي حال يغيرون بالكلام فهذا نفس الشيء مار كان يقول السام عليكم السام يعني الموت الموت عليك على أساس يعني يرد عليه يقوله و عليكم السلام فيروحون يستهزون فالنبي صلى الله عليه وآله و سلم قال له بس قال و عليك و مو أنت السام هذا و عليك ترجع لك فمن كان مع النبي صلى الله عليه وآله و سلم غضب يعني حرق قلبه على ليش هذا يقول فقام يسب هذا اليهودي و يلعنه و كذا فالنبي نهاح عن ذلك فقال ان الفحش لو كان ممثلا يعني لو كان انه يمثل يكون مثال لكان مثاله سوء ان الرفق ما وضع على شيء إلا زانه هذه ذكرناها سابقا و ما رفع عن شيء إلا شانه في مكان آخر ان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف دائما الأمور بالرفق لا يكون بمسألة هذا الفحش و غيرها حالا مثل هذه الكلمات لما نسمعها يعني ضروري لا بد أن ندخلها في عقلنا نستوعبها تنضج حتى تصير مثل إرادة عندنا و هذه لازم نبلغها للآخرين أيضا لأن هذه حجة علينا كذلك في الحديث عن إمام الصادق عليه السلام هذه جميلة لاحظة الكثير اللي يدعي و يقول ما قاعد يستجاب لي من أسباب عدم إجابة الدعوة هو الإنسان اللي لسانه مثلا مو نظيف بديء فإمام الصادق عليه السلام يقول كان في بني إسرائيل رجل فدع الله أن يزوقه غلاما ثلاث سنوات يدعو الله سبحانه وتعالى أن يلولد فلما رأى أن الله لا يجيبه قال قال يا ربي أبعيد أنا منك فلا تسمعني أم قريب أنت مني فلا تجيبني يعني هل أنا بعيد أنت لا تسمعني ألا قريب أنت ما تجيبني أتاه آت في المنام فقيل له إنك تدعو الله عز وجل بلسان بذيء لسان مو نظيف و قلب عات غير تقي حتى القلب مو أيضا ما فيه رحمة و نية غير صادقة فاقلع عن بذائك نظف لسانك و ليتقي و ليتقي الله قلبك يعني خلق قلبك يتقي الله سبحانه وتعالى و لتحسن نيتك قال ففعل الرجل ذلك ثم دع الله فولد له غلام يعني شنو نفهم من هذا نفهم من مثل هذه الرواية أن هناك كثير من الدعاء لا يستجيبه الله عز وجل بسبب أن الله تعالى مو فقط ينظر إلى الكلمات و لكن ينظر إلى هذا اللسان الداعي هذا اللسان إلى هذا القلب إلى تلك النية ينظر إلى هذه الأمور عن الإمام الصادق عليه السلام قوله إن من شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشاك و بعض الناس تشوف لما تقعد معه شنون لسانه صاير فالناس لا يحبون يقعدون معه يكرهون الجلوس معه يقول هذا من شر العباد و إن الفحشا و البذاء و السلاطة من النفاق سليط اللسان واحد مستانس يعني يقول أنا أكلهم بلساني هذا مستانس يعني هذا شيء زين هذا مو زين هذا يقول هذا من النفاق كذلك نختم في هذه أن سماعة أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام دخل سلم على الإمام و رد عليه السلام فقال يا سماعة قال له ما هذا الذي كان بينك و بين جمالك الذي يشتغل عنده الجمال إياك أن تكون صخابا أو لعانا أنت قعد تلعن و تسيب و ما أشبه فقال و الله لقد كان ذلك أنه ظلمني أو هو ظلمني فأنا شدي عصبت و قلت له تشوف رد الإمام عليه السلام قال إن كان ظلمك فقد أربيت عليه يعني أنت شيء اللي سويته هذا زيادة على الظلم اللي هو ظلمك إياه إن هذا ليس من فعالي ولا أمر به أي واحد يتبعني أنا ما أمر بهذا هذا ليس من أفعالي ولا أفعال أي شخص يدعي أنه يتبعني إذا فعلا تتبع الاتباع الحقيقي ما تكون هكذا استغفر ربك ولا تعود فهذا قال استغفر الله ولا أعود فبالتالي أحبتي وأختم فيها يعني شوف أن الإسلام يبي أن الأمة تكون أمة مهذبة نظيفة باللسان بالجسد بالقلب ما تكون أمة كلامها سيئة لا الكلمة الطيبة وهذا ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم و ذلك الحق سبحانه و تعالى قال وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولِ فَأَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فعلينا بالاختداء بالنبي الذي هو أسوة حسنة لمن كان يرجو الله و اليوم الآخر أسأل الله عز وجل أن يوفقنا و إياكم لما يحب و يرضى و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين هدى للمتقين هنا النهج المبين هنا الحق اليقين هنا نور بدى هدى للمتقين هدى للمتقين ربيع المؤمنين معين الموقنين هنا بحر ندا هدى للمتقين هدى للمتقين